قبل ما تكلم اليوم رح يكون حديثي موجهة للمسؤولين في وزارة الإعلام عطوني الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أولا شيخ لك كل تحية وتقدير يا وزير الإعلام بالتكليف معالي الوزير هناك شكوى من أبنائك العاملين في وزارة الإعلام يعني من المعقول أن لحد تاريخ اليوم لا صرف لهم الإضافي ولا المكافآت نتيجة عملهم في وزارة الإعلام المراقب الإعلامي يكتب ولا تعطونا إضافي والعاملين بتلفزيون الكويت ما تعطونهم إضافي ويشتغلون متى بتعطونا نطل بعد أربعة تشهر بعد خمس تشهر مو معقولة شيخ محمد أن الإخوان المجتهدين المخلصين في وزارة الإعلام لا تصرف لهم مكافآتهم ولا الإضافي لهم أعتقد ما يجوز فيها لي تسأل عن هذا الموضوع والتحقق منه وتسأل ليش تم التأخير في صرف الإضافي والمكافآت للأبطال الجنود الإعلاميين اللي يشتغلون في وزارة الإعلام وأعتقد أنهم يستحقون ينصرف لكل المجتهد واللي يعمل بصمت في هذه الوزارة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية موضوع الأخبار لما انتكلم على شخصيات إخبارية صار لها سنين تخدم وزارة الإعلام نطق شخصية مخلصين مدعين لهم مكانتهم مدعين كواتيين يتم تنحيتهم والله ما نبيكم في النشرات الرئيسية ليش؟ كبرتوا الإنسان في خاصة اللي يقولون في مواضيع الأخبار وموجز الأخبار لازم يقولون شخصيات تتكلم بثقة لها خبرة لكن الاهتمام في الشكل والله حطوا في الموجز رئيسي واحدة حليوة أنا شبي في شكلها بخطبها مثلا معاني الوزير أنا أبي النطق لفظ الشخصية في إلقاء الخبر فأتمنى الشيخ محمد العبدالله أنك تسأل عن هالمواضيع وأنا ما بيأغوص أكثر وأكشف من الأسماء والمستند لأني أحترم كل العاملين والمسؤولين في وزارة الإعلام يليت الشيخ محمد العبدالله استفسار إن كان في نقص في البند المالي نوفر النقص في البند البالي نشجع الإعلاميين لكويتين اللي اخدموا وزارة الإعلام لفترات طويلة يكون لهم كل تقدير واحترام مو به الطريق اللي يتم التعامل معهم أتمنى الشيخ محمد إنه وصلت لك الرسالة أنا وصلت لك إياها فأتمنى باتر مو تطنش وما تسأل وأنا ما لشغل بالإعلام ومو شغلتي وزارة مكلفين فيها وانا ما بيأغوص لا 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 شيخ محمد هذا هو العيالك واعتقد وإخوانك وما ترضي أدل تبني ذكرك انذكر وهم المسؤولين في الإعلام لا تقصروا مع عيالنا للتذكير ترى هذه فداية ما رحنا داخل أتمنى القضية الثانية اللي ودي